اتفاقية مجهولة وحليف لا يتسامح هكذا علقت صحف غربية على العلاقة الجديدة بين العراق والصين بعد توقيع عادل عبد المهدي ووفده في بكين على اتفاقية عنوانها تعاون اقتصادي مع الصين أما تفاصيلها فما زالت مجهولة منذ التوقيع في أيلول الماضي فبحسب تقرير لموقع دهيل الأمريكي فإن انسحاب القوات الأمريكية من العراق تعني رحيل المستثمرين وهو ما سيفتح الباب أمام حلف الصين وروسيا وإيران لوضع أموالهم في البلاد ويرى الموقع أنه في حال انسحاب الولايات المتحدة من العراق الذي لا يريده معظم شركاء العملية السياسية فإن البلد سيصبح جزءا مما يعرف بطريق الحرير الصيني الممتد إلى جنوب غربي آسيا وصولا إلى أفريقيا ويضيف ذاهيل بأن بغداد ستدرك بأن الحليف الصيني لا يتسامح مع الحلفاء المنشقين في حال انسحب العراق من أي اتفاق اقتصادي مقبل وعلى الجهة المقابلة فإن احتمال شراء العراق منظومة الدفاع الجوي الروسية S-300 يعني فرض واشنطن عقوبات اقتصادية على بغداد قد لا تحمد عقباها خبراء قانونيون عراقيون أكدوا أن اتفاقية الصين هي بمثابة اعتداء على الحكومات المقبلة لأن حكومة عبد المهدي ألزمت بتوقيعها عليها جميع الحكومات والبرلمانات المستقبلية بالالتزام بالاتفاقية لسيما وأن الاتفاق مع الصين يمتد لعشرات السنين وهذا يعني إلزام الحكومات والبرلمانات بما وقعه عبد المهدي واصفين توقيع الاتفاق بأنه ديكتاتورية قانونية ويبدو أن حكومة عادل عبد المهدي وأحزابها الفاسدة عازمة على إدخال العراق في نفق آخر مظلم نكاية بالشعب الذي انتفض بوجهها من خلال رهن مقدراته بيد الصين أحد الدول الكبرى المنافسة لنفوذ أمريكا في الشرق الأوسط بعد أن أيقنت السلطة أن رحيلها هو مسألة وقت لا أكثر